ما الذي يخيف خليل الزيوت؟ وسؤال على إطلاقه بعموميته سواء على المستوى الأسري أو على المستوى الوطني أما على مستوى الأسري فألا أكون أبا يليق بصوفيا أو زوجا يليق بالدكتورة رولا الله مشكلة تعرف ليش يا أخوة يا أبو وطن لأنه أنا شخص ينظر كثيرا في هتين المنطقتين الصعبتين أنا سامع لك فتعرف ما المشكلة صح ما في يعني يا أخي نوح ما كان ابنه صح هذا الكلام حلو لكن لما تجي على التطبيق العملي لا والله صعب يمكن لما جاءت صوفيا إلى الدنيا الله يحفظها ويطيل في عمره الله يحفظك يا أخي كان أكثر إشي خوفني أنه هل هذه التي جاءت إلي اختبارا وأنا أتعامل مع الأبناء يأتون إلى أبائهم وأمهاتهم اختبارات فاللي مقد الامتحان ليخوضوا كيف لا يخوضوا؟ أجاوبك لا لا أصبر لا أصبر أجعل هذا السؤال للليل يقول أن أبي لا يتزوج أجيبه لا لا يجعل أن يتزوج أجيبه غلط لكن ليس موضوعي فهذا أول شيء أنني أنا أتمنى أخاف أن لا أكون أبا يليق بصوفيا جميل لأن كثير من أرتقي بأبناء ما يفتخروا بأبائهم يا ريت نماء وهو أبوي يا ريت مرعب الكلمة أو ما أكون زوج يليق بالدكتورالولا الله يحفظها ويطيل في بقائها آمين يا رب والله أنا خليل قبل دكتورالولا إشي وبعدها إشي ثاني أذكر كلا من الناس تطلع وتتحدث عن زوجاتهم بهذه الطريقة لا أحب وهذه ليست أول مرة أنت تتحدث عنها أنا سمع لك هذا واقع واضح أنك عايش قصة حب طويلة هذا واقع طبعا إشت قصة حب طبعا طبعا خلني أحكي لا قبل خليني بس أجاوبك أصبر يعني أنا أهم بالناس تسمع لك وأنت تتكلم عنه إن شاء الله الحلقة تطلع إن شاء الله الحلقة تخلص قبل ما تجاوبني أما أجاوبت إن شاء الله أخلص هروبا من الحب طبعا يلا الأمر الثاني ماذا أخاف في موضوع الوطن هيك السؤال صح؟ أنا فهمت ماذا تخاف؟ يعني على المستوى الوطني آه على المستوى الوطني شوف سيدي إحنا لازم نتعلم كلنا أن لدينا ثلاث ثوابت أزعى القد ما أشبه بس ما أقرب لها تمام؟ والقضية ليست قضية خوف أو عدم خوف أبدا لا 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 القضية أصعب وأبعد من ذلك لأنه نتائج هذا الشيء أو نتائج هذا الأمور أسوأ مما هي عليه كيف سأردت بالكلام عشان نعرف شو نحكي لدينا ثلاث ثوابت ديننا اللي هو شيء مهم جدا لأنه هو رابط ودمنا الذي يسري في عروقنا تماما وأرضنا وطننا بمحافظاته وألويته وقرى وقيادتنا سيطلع لي واحد هستعرفهم هذول المتخبين ويطلعون بس لما تسمع الحلقة كاملة ويقول لك ليش؟ تقول طلع سحيج لا روق واسمعوني بهدوء نقول هذه الثلاث لأنه لما نطلع ما بدي أقول على الدول الثانية لا يعنوني أنا يعنيني وطني لما أطلع على تاريخ وطني هذا كامل وأقول كل ما حافظنا على هذول الثلاث كل ما إحنا قدرنا نصحح أخطائنا التي تحدث ترجمة نانسي قنقر